مرحبا علي خلاف كندا بالعراقي استكمالا لما ذكرناه بالحلقة الماضية حول الأغاني العراقية وتبدل مفردة الأغاني العراقية إلى أغاني تحب على العنف والكراهية وإراقة الدم ونزولها من اللغة الشاعرية إلى لغة أدنى من أن تكون شعر أحب أتكلم عن أيضا بعض الأغاني التي ارتقت بنفسها إلى لغة شاعرية ممتازة جدا وأيضا نماذج من أغاني أخرى نزلت بها اللغة الشاعرية إلى أدنى من ما ينبغي أن تكون أو من الحد الأدنى وطبعا هذا أيضا استكمالا لموضوع طرح الأستاذ الصحفي والأديب علي عبد الأمير عجام حيث كان يقارن في أحد مقالاته يقارن بين جيلين من الأغاني الأغنية السبعينية وما عداها الذي أصبح ينحى نحو البكائية وما إلى ذلك في حين كان يتغزل بالأغاني السابقة الأجار السابقة السبعينية والستينية وما قبلها كانت لغة شاعرية شفافة رومانسية جميلة تلامس الوجدان والروح تبلل القلب بمفرداتها الجميلة التي لا تخدش الذائقة الإنسانية والفطرية لمتلقي الشعر اليوم سأذكر لكم نموذجيا بصراحة أنا شخصيا كشخص إنه مشخص أنا كثير تعجبني نصوص الأغاني اللي كتبوها الأمراء السعوديين الأمراء السعوديين ينتجون أغاني أو نصوص غنائية بصراحة بصور شعرية هائلة وبمفردات شعرية في قمة اللطافة والرقي والنزاكة والشياكة وقمة الشفافية وقمة الرومانسية يعني مثلا خلنا أخذ أمثل على ذلك أغنية الراحلة العظيمة ذكرى ما فيني شيء لكلمات تركي إذا تلاحظون هذه الأغنيين هي فكرتها أنه تقول له ما فيني شيء حبيبي لا تقلق عليه جرح في طرف صبعي يغيب ويمكن ينتهي لما أيدك تلمس إيدي هاي قصة كاملة انتهت شوفوا المساحة الجغرافية طرف الصبع هذا حتى يعني ملي مات بس شوف الصورة الشعرية اللي وراه هذه الفكرة العبقرية وشوف الكلام الجميل يعني الرومانسية الهادرة التي تأتي من هذا النص العجيب يعني ولا أكو أي شيء أي كلمة ممكن تحسسك أنه هناك عوالق البيئة التي تنزل أو تحبط من قيمة النص الشعري بعد أمثلة أخرى مثلا لو يوم أحد كلمات فهد بن مساعد لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك ثم التفتت وشفت ما حولك أحد هذا أنا من كثر ما فكرت فيك ناديت لك والكل منا في بلد يكفي إله نو مقدر أولى عليك أكثر من الولا كني طفل النساء يكبر ولا كلمة في هذه النصوص تحس الشاعر بيهم تأثر بضغوطات أو هي الكلمة تنتمي إلى لغة غير لغة الشعر لغة شعر بينما عداهم من الشعراء سواء كانوا سعوديين أو كانوا عراقين أنا رح أقارن شعراء عراقيين رح تشوف البيئة بيئة الشاعر مأثرة عليه وهذا مو غلط الإنسان بن بيئته غلط يكون الإنسان مو بن بيئته أو ينتحي أو ينتحي البيئة أخرى أو هي هوية أخرى لكن على الأقل أنه يكون الإنسان أو الفنان يبحث عن دائما الرقي في كلماته يعبر عن الصور الشعرية بأرقم ما يمكن من الكلمات مثلا أغنية مهمة جدا جميلة جدا لحن عبقري المطرب عبقري صوت جميل جدا ما بها أي غبار عدل الشعر مالته الأغنية هذه ابتلينا بعشرة قشرة وعشك فاشل انتبهوا على المفردتين قشرة وفاشل يعني هذه يعني مفردتين يعني قوية يا جماعة قوية يعني وإحنا بالفيديو السابق ذكرنا فنان عبقري ورائد كان يعترض على كلمة أني نجيب إحساس للي ما يحس يعني حتى الكلمة بها موسيقى عالية بينما إذا تجي هسا قشرة وفاشل اثنينات هن يعني كلمات حتى غير مموسقة وليست يعني قابلة للتموسق نصح التعذير يعني ما معقولة هذه مو لغة شعر هذه بصراحة لذلك كثير مفردات بدأت تقفز بدون أن ينتبهي الشاعر أنه أكو حاجة ملحة لأنه النص الشعري يرتقي ويتحسن وينشغل عليه إلى أبعد المستويات وهاي مو مسؤولية بس الشاعر شاعر والملحن والمطرب لأنه ذول الثلاثة يعني الثلاثة هما أيضا معنيين برفع جودة الأغنية ورفع جودة النص الشعري ترى الشاعر والفنان يقدر يرتقي بذائقة جمهورة كاظم الساهر الأغنية اللي انطلق بيها واشتهر بيها هي أغنية شعبية اسمها عبرت الشط لاقى انتقادات لا ذع عليها من قبل أساتيك لكن الآن بسبب كاظم الساهر الوطن العربي كله يستمع للقصيدة ويستمتع بها ويدور على المفردة العربية الأصيلة واللغة العربية الأصيلة ويهتم بالتشكيل اللغوي ومخارج الحروف كاظم يستطيع يرتقي بالذائقة العربية يستطيع يأثر بذائقة أمة كاملة أمة كاملة هذا كاظم الساهر لذلك انت تقدر والناس تحبكم وأنتم فنانين وتقدركم وشباب رائعين جدا لا تقل لي أنا ما أقدر يعني أقدر يعني أبدل هاي المفردات كذا يعني انت شنو كاتب مثل حسانة بن ثابت لما إجى للنابغة الذبياني بعد أن يعني انتهت الخنساء من قرأت له رائعتها قدم في العين أم في العين عوار وعلى أخوها أم ذرفت إذ خلت من أهليها داره فإيجا قل قال عليها والله لو لا إنك امرأة لقد ثو إنك أشعر العرب فقل لحسانة بن ثابت أنا أشعر العرب وأنا ما قبل قال لها سمعني فسماع حسانة بن ثابت قال لنا الجفانات الغر يلمعنا في الظحى وأصيافنا يغطرنا من نجلة دمى يعني النابغة قال يعني أنا بعد ما احتاج أسمع باقي القصيدة على هذا البيت راح أدمرك فقل لها أنت قلت لنا الجفانات الغر الجفانات يعني هاي الأواني اللي يطبخون بها للضيوف فقل لها أنت قلت لها جفانات كم وحدة يعني لو قال لنا الجفان يعني أنت قلت جفانات قللت العدد يلمعنا في الظحى قال شي طبيعي معدن مثل وطق عليه الشمس يلمع أنت لو قال لي يبرقنا في الدجا صورة أخرى وهكذا أنا ما أردح رقي القصة اللي أنا بدأت ناولها بحلقة أخرى ثانية فتقدر أنت يعني تقدر تجيب مفردات حلوة وترتقي بالذائقة الشعرية وترتقي حتى بذائقة الناس اللي يسمعون رجاء اخوان اهتموا بجودة المنتج الفني وأنتم أساتذة وأنتم يعني مهمين بالمشهد الفني والناس تحبكم وتنتظر منكم الشي الجميل تحياتي لكم أخوكم علي خلاف كندا بالعراقي اشتركوا في القناة